إلى ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة ذيقار إصابة 21 ضابطا ومنتسبا خلال أعمال شغب رفقت التظاهرات وقالت القيادة في بيان لها أنه لا يخفى على أحد أن الدستور العراقي قد كفل حق التظاهر السلمي وأن من الواجب على القوات الأمنية العمل على حماية المتظاهرين وتوفير الأجواء الآمنة لهم لكي يمارسوا حقهم بالمطالبة بالحقوق المشروعة وأضافت أنه في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة خرجت تظاهرة في مدينة النصرية وبحسب مهمها فقد شرعت قيادة شرطة محافظة ذيقار بتأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين إلا أن بعضا من مثيري الشغب اعتدوا على القوة المكلفة بحماية التظاهرة بما أدى إلى إصابة ثلاثة من الضباط وتسعة عشر منتسبا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج خلال التظاهرة التي انتهت في الساعة الثالثة من مساء اليوم ترجمة نانسي قنقر